ممكن يتوجه لقوس النصر معروف دائما سباق الديربي يخرج نجوم تتجه دائما لقوس النصر الميزة الوحيدة اليوم صراحة اللي عجبني دي سوزا مع وليام بيوك ولا غلطة في التكتيك صراحة يعني ودي سوزا شوف شو عمل من دي اكس بي يعني شوف يونغ راسكل المرة الماضية هزم دي اكس بي اليوم شوف يونغ وين وشوف وين بالأصفر قبل الأخير هزم اتنين فعلا اليوم جاء للديربي وشوف دي اكس بي النقطة التي كلامنا عليها الاحصان ما عنده سرعة ما عنده تير نفوذ قوي ولكن عنده تحمل يعني تخطى رورينج ليون ولكن رجع عاد مرة أخرى وتمكن من الصمود واستحواذ على المركز الثاني مرة تانية صار هذا أداء جبار صراحة من دي اكس بي حتى سلفستر قوي وليام في قيادته كيف أغلقوا المسار على ساكسون وأكيد منهنئ صاحب السوم الشيخ محمد بن راشد وشعب الإمارات وزراء علي قودلفين بحضور صاحب السوم الشيخ محمد بن راشد والله قودلفين تستاهل قودلفين زي ما قلت لك بالنسبة إحنا لموسم اللي بتابعين الموسم الإماراتي ولموسم الخليج ولموسم العربي كلنا مع قودلفين قودلفين هي يعني صح التعبير تستاهل كل خير وكل تشجيع بالنسبة لفريق قدير صاحب السوم الشيخ محمد بن راشد هو اللي قاد لهذه النهضة الكبيرة بالعالم العربي يمكن كمان في عالم سباقات الخيل على فكرة مش فقط كمالك للسباقات للخيول هي بالنسبة للإعلام بالنهاية من عدة نواحي على فكرة تعرفنا على سباقات الخيل بسبب دعم صاحب السوم الشيخ محمد بن راشد أكيد اللي هي الرياضة حتى في الإمارات هو واحد من أهم الداعمين لسباقات الخيل بكل تأكيد شارلي برضو شارلي موسم حافل في كرنفال كاس دبي العالمي هذه السنة بطل المدربين في الكرنفال وتوج مع هوكبيل وتوج مع جنقل كات هذا رائع صراحة فرحة كبيرة يعني لما يكون فيه بطل ديربي تبدأ نمر ماشي الوضع الطبيعي صراحة كريم يعني بدات لما يكون أحد أهم الأسماء لما تجي تراجع